اخر سؤال يا فاروق وانت قبل ما تسافر النيجر لما عرفنا ان الحاكم الغاني دانيل لارية هو العيدير المباراة انت قدت مبسوط جدا وقلت لي حاكم محترف وسنه صغير وموهبة وصاعد وواعد وانت كمان لك علاقة بيقع على اتصال بينك من الناس المميزة لما بتسافر بيبقى فيه تواصل دايما مع كل المرائبين او حتى الحكام او حتى الفرق المنافسة دانيل لارية بما انك انت قدت موجود في النيجر بعد المباراة هل سألت على ركلة الجزاء هل المستوى بتاعه هل قالك لا النهاردة بخدش في يومي هل اتكلمت معاه بعد المباراة عايز اعرف في الكواليس بما انك انت بتهتم جدا بالتفاصيل الصغيرة دي في الرحلات الافريقية يعني يا رحمة تتركت اللوتة في غاية الاهمية وردو من خلالك في اللي ان اوضحها ان انا بالفعل يعني عقد نهاية اللقاء انا يعني تده يعني توجهت لدانيل لارية وتكلمت معاه في البداية انا اتكلمت على الهدف اللي احرازه اقول ان كان في بعض الاعتراض او الشك ان الهدف اللي احرازه فريق الحرس الوطني بعض الاخوالي كانت بتقول من المتسلل لكن ااكدت له صحة الهدف ورطوله لا الهدف الصحيح لكن ركلة الجزاء يعني وانا داخل بأتكلم معاه كان بيتفرج عليها واعترف اعترف ان هي ركلة الجزاء الصحيح لكن هو بالنسبة له زاوية الرؤية ما كانتش واضحة قال لي بالفعل لكن هو يعني برضو من الكواليس محمد ان هو رمى اللوم شوية على المساعد لان كان المساعد التاني في اللقاء كان من الافضل ان زاوية الرؤية بالنسبة له تكون اوضح لكن هو اعترف فعلا انها ركلة الجزاء صحيحة لانه دالي ركلة الجزاء الخاصة باللعب اكرم توفيق يعني كان فيه اعتراف طبعا من دانيال لاريا بركلة الجزاء وقال انها ضربت الجزاء صحيحة يعني كان فيه لهم كمان ما بينه وما بين الحكام المساعد اشتركوا في القناة